جوسب فرانسيسك ديليغادو الديناسور الصغير قصة لاستيقاظ باكرا وبقلب مسرور يحكى انه كان هناك ديناسور صغير من فصيلة الديبلو دوكس صغير جدا ادرجت انه لم يكن قد خرج من البيضة بعد والديبلو دوكس هو ديناسور ضخم اكل النباتات وكان ابوه وامه قد حضناء البيض لأسابيع خلت احدث الديبلو دوكس الصغير في قشرة البيضة ثقبا بسيطا كي يرى ما يوجد في الخارج اطل برأسه فبدى له العالم جميلا جدا لاحظ ان الارضة كلها تحتز فقال ما هذه الهزة يا ترى نظر حوله في كل اتجاه ولم يرى احدا كان والداه غائبين لم يكن الدبلو دوكس الصغير يعلم انهما ذهبا يرعيان العشب فناداهما ابي امي لكن احدا لم يجبه بعدها لاحظ الدبلو دوكس الصغير ان الارضة تهتز اهتزازا اشد فانتابه القلاق ثم تبين له فجأة ما كان يحدث لقد كانت الارض تهتز لان تيرانوسورس ريكس ضخما كان يقترب من المكان وتيرانوسورس ريكس هو ديناصور ضخم من اقوى الديناصورات اكلت اللحوم واشرسها كان يريد ان يأكل البيضات ويأكله هو ايضا فاخذ الدبلو دوكس الصغير يصرخ مرتعدا هذا الدبلو دوكس الصغير اطرى من اي حيوان صغير اخر سألت عموه بلقمة واحدة قالت تيرانوسورس وهو يلعق خطمة اه ابي امي ادركاني ان تيرانوسورس ريكس ضخما جدا يريد ان يلتعمني في طرفة عين وانا ما زلت بعد دبلو دوكس صغيرا لكن والدي لم يسمعاه لانهما كانا بعيدين جدا وكان تيرانوسورس ريكس يقترب بسرعة كبيرة بام بام باتارارابام اه لا ابي امي ان تيرانوسورس على وشك ان يعط دايلي ورأسي ان له فما واسعا جدا النشدة انه يأكلني وفي اللحظة التي كان فيها تيرانوسورس يهم بالتهم الدبلو دوكس الصغير كما لو كان حبة زيتون ظهر الاب والام وكان يركضان مسرعين وما هي الا ضربة ذيل من الاب واخرى من الام باتا بام حتى سقطت تيرانوسورس على الارض متدهرجا اياك ان تعود من جديد لتأكل اولادنا هكذا ملعت الكدمات جسمه وبيده الصغيرة جدا كاياد التيرانوسورس جميعا بدأ يضمد جراحه اما الدبلو دوكس الصغير فقد خرج توا من البيضة لقد نجاوت ومضى مع ابويه تغمره سعادة بالغة انتهت الحكاية يا اطفال رشادات القراءة للصغار والصغيرات الذين يغلبهم النعاس الدبلو دوكس الصغير قصة للاستيقاظ من النوم حين تقول القصة ان الارضة كلها تحتز يلجأ الاب الدبلو دوكس والام الدبلو دوكس الى وخز ابنهما ولكن برفق فان لم يستجب الولد او البنت يمكن للاب الدبلو دوكس والام الدبلو دوكس ان يتحولا الى تيرانوسورس ريكس حين يتقدم من البيضات لكنهما لا يأكلان صغارهما دبلو دوكسيين بل ببساطة يدغدغانهم برقة ولطف ايضا اشتركوا في القناة